مساء الخير أهلا وسهلا بحضراتكم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الذكرى الاثناشر للثورة 25 يناير والواحد وسبعين لعيد الشرطة أهلا بكم في جولة جديدة من برنامجكم برنامج اليوم جولة فيها مؤخر الأخبار والأحداث المحلية والعالمية هنبدأ أخبارنا النهاردة من زيارة رئيس عبد الفتاح اسيسي الجمهورية الهند للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية وكان في استقباله رئيس الجمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي الرئيس السيسي وجه كلمة أمام الصحفيين بالقصر الرئاسي الهندي وقال فيها اسمحوا لي أن أتوجه لدولة الهند الصديقة حكومة وشعبا بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية كمان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أتقدم بخالص الشكر والتأدير لبلدكم أصديق على دعوتي للمشاركة كضيف شرف في الاحتفال بيوم الجمهورية وأعرب الرئيس السيسي عم تطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مشتركة في مختلف المجالات استنادا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان وكذا عزم البلدين على الارتخاء بعلاقتيهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيء المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين ترجمة نانسي قنقر